السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة انجليش ويث سيمو. في هذا الفيديو سنصحح تماري النص واسئلة الفان في هذا الامتحى الوطني المواحد البكالوريا الدور الاستدراكية سنة الفين وعشرون. شعبت الاداب والعلوم الانسانية مسلك الاداب. بدان كالعادة سنبدأ بقراءة النص. سأشرح لكم موضوع النص باللغة العربية. بعد ذلك سنمر إلى الإجابة على تمارين نص واسئلة الفهم إذن بالنسبة للنص الذي أعطيه في هذا الامتحان فهو على هذا الشكل الفقرة الأولى تقول المزيد والمزيد من الشباب يشاركون في العمل التطوي حاليا. يعني بعض منهم يسافروا إلى الخارج to do unpaid job أو to do unpaid work. يعني القيام بعمل بدون أجر. unpaid work يعني العمل بدون أجر. for charity or non-profit organizations there. يعني يقومون بذلك العمل بدون أجر للمنظمات الخيرية أو الغير الربحية هناك. إذن there تعني هناك. إذن الجملة تقول some even travel abroad. يعني البعض منهم يسافروا إلى الخارج أو خارج البلاد. abroad تعني خارج البلاد. and do unpaid work. يعني ويقومون بعمل بدون أجر. for charity or non-profit organizations. يعني المنظمات الخيرية أو الغير الربحية هناك. إذن أين? abroad. إذن there هنا فهي تعود على كلمة abroad. سنعود إلى هذه الكلمة عندما نمر الإجابة على تمارين أسعدات الفهم. والthere كما قلت فهي تعود على البكان. لأنها تعني هناك باللغة العربية. إذن تعود على كلمة abroad التي تعني خارج البلاد. إذن they helped to build homes for poor families. يعني يساعدون في بناء منازلا للعائلات الفقيرة. teach children. يدرسون الأطفال. take care of orphans. يتمون بالأيتام. orphans الأيتام. will help to protect endangered species. يعني أو يساعدون في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض. endangered species. يعني الأنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض. there is a wide variety of voluntary jobs to choose from. يعني هناك أنواع مختلفة من الأعمال التطوعية التي يمكنوا الاختيارة منها. إذن هذا فيما يخص الفقرة الأولى. بالنسبة للفقرة الثانية. number of charity groups organized educational programs for children around the world. يعني العديد من الجماعات الخيرية. charity groups. الجماعات الخيرية. organized educational programs. يعني يقومون ب أو ينظمون. يقومون بتنظيم أو ينظمون برامج تعليمية. educational programs. يعني برامج تعليمية for children around the world. يعني من أجل أطفال حول العالم. many students volunteer for these types of projects. يعني الكثير من التلاميذ يتطوعون لهذه الأنواع من المشاريع. they teach subjects like english and mathematics to children while staying in their community and getting to know the people and their culture. يعني يدرسون موادا مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات للأطفال. بينما يبقون في جماعاتهم ويتعرفون على الناس وثقافاتهم. أو نعم وثقافاتهم. their culture يعني وثقافاتهم. it is also a great opportunity for them to work and train with local teachers and develop their own skills. يعني it is also a great opportunity. يعني هي كذلك أو هي أيضا فرصة رائعة لهم to work and train with local teachers. يعني للعمل والتدرب مع الأساتدة المحليين. local teachers and develop their own skills. يعني ويتطورون مهاراتهم الشخصية. it is also a learning experience for both the children and the teacher. يعني هي أيضا تجربة تعليمية لكل من الأطفال وكذلك الأستاذ. هنا خطاب شخص ما لأنه يوجد بين معقوفتين. I had just graduated from high school when I volunteered as a teacher in Uganda. يعني تخرجت للتو من المدرسة الثانوية عندما عندما تطوعت كأستاذ في أغندا. say James. يعني يقول أو قال James. a British volunteer. يعني متطوع بريطاني. leading a class was a challenging experience for me. يعني قيادة قسم كانت تجربة صعبة بالنسبة إلي. challenging experience يعني تجربة صعبة. قال leading a class. يعني قيادة قسم was a challenging experience for me. يعني كانت تجربة صعبة بالنسبة إلي. I was just a teenager. يعني كنت فقط مراهقا. and I had no experience of teaching before. يعني ولم تكن لدي أي تجربة في التدريس من قبل. بالنسبة للفقرة الثالثة. young people who would like to help in a very practical way can participate in one of the many construction projects. يعني الشباب الذين يودون أن يساعدوا بطريقة جد عملية. very practical way. يعني بطريقة جد عملية. very practical way. يعني بطريقة جد عملية. can participate. يعني يستطيعون المشاركة. in one of many construction projects. يعني في واحد من العديد من مشاريع البناء. construction projects. يعني مشاريع البناء. several charity organizations help build houses or schools for poor children around the world. يعني العديد من المنظمات الخيرية يساعدون في بناء منازل أو مدارس للأطفال الفقراء حول العالم. in the village of Kamakwee in Sierra Leone. يعني في قرية Kamakwee في Sierra Leone for example. يعني مثلا. a team of young volunteers built a secondary school for poor orphans. يعني فريق من الشباب المتطوعون بنوا مدرسة اعدادية للأيتام الفقراء. Beth had a similar experience. يعني Beth هذا اسم شخص. كانت لها نفس التجربة. she said. هي قالت. my first volunteering abroad was organized by my school. يعني اول عمل تطوعي خارج البلاد. تم تنظيمه من طرف مدرسة. كما قلت. abroad يعني خارج البلاد. إذن. the first volunteering abroad. يعني اول عمل تطوعي خارج البلاد. was organized by my school. يعني تم تنظيمه من طرف مدرسة. we went to switzerland for three weeks and a half. يعني ذهبنا الى switzerland وهي في توجد في افريقيا هذه الدولة. for three weeks and a half. يعني لمدة ثلاثة اسابيع ونصف. it was the first time i had the opportunity to do something important. يعني كانت المرة الاولى التي حصلت فيها على فرصة للقيام بشيء مهم. spending ten days working in rural community. يعني قضاء عشرة عشرة ايام في العمل في جماعة ريفية. building a school kitchen. في بناء مطعم مدرسة for a woman who would cook for local children. يعني بناء مطعم مدرسة من اجل هو للسيدة التي يعني تعد الطعام للاطفال المحليين. بالنسبة للفقرة الرابعة. for people in interested in wildlife. يعني بالنسبة للأشخاص المهتمين بالحياة البرية. wildlife يعني الحياة البرية. و interested in. يعني مهتمون بي. إذن for people interested in wildlife. يعني بالنسبة للأشخاص المهتمين بالحياة البرية. conservation groups organize volunteer holidays throughout the world. يعني مجموعات الحفاظ على البيئة. conservation groups. يعني مجموعات الحفاظ على البيئة. organize volunteer holidays throughout the world. يعني يوضمون عطل تطوعية في كل أنحاء العالم. they can help wildlife research in countries like Kenya, Botswana or protect turtles in Mexico, Zanzibar or elsewhere. يعني يستطيعون أن يساعدوا. they can help. يعني يستطيعون أن يساعدوا. wildlife research. يعني أن يساعدوا في أبحاث الحياة البرية. in countries like Kenya and Botswana. يعني في دول مثل كنيا وب Botswana. or protect turtles in Mexico, Zanzibar or elsewhere. أو يحمون السلاحفة في المكسيك, Zanzibar أو أماكن أخرى. protect turtles يعني ويحمون السلاحف. turtles يعني السلاحف. on reading island in Malaysia. يعني في جزيرة آيلاند. يعني الجزيرة. on reading island in Malaysia. يعني في جزيرة ريداند في ماليزيا. volunteers come from all over the world. المتطوعين يأتون من كل أنحاء العالم. to help conserve the endangered green turtle. يعني يأتون من كل أنحاء العالم للمساعدة في الحفاظ على السلاحفة أو السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض. green turtle. السلاحف الخضراء. endangered. يعني مهددة بالانقراض. وكما تلاحظ داخل كلمة endangered يوجده danger الذي يعني الخطر. endangered يعرض للخطر. endangered معرض للخطر. هو خطر الانقراض. هنا المعنى هو معرض لخطر الانقراض. أو نقول بالغة العربية مهدد بالانقراض. إذن سأعيد هذه الجملة. Redang Island in Malaysia. يعني في جزيرة Redang في ماليزيا. volunteers come from all over the world. المتطوعين يأتون من كل أنحاء العالم. to help conserve the endangered green turtle. يعني المشاركون يراقبون السلاحف التي تأتي إلى الشاطي. and protect them and their eggs. يعني ويحمونهم وبيضهم. يعني يحمون السلاحف وكذلك بيض تلك السلاحف. إذن يحمونهم من protect them. ماذا يحمون؟ من طبيعة الحال يحمون green turtles. إذن them هنا تعود على green turtles. أو the turtles. يمكن أن نقول green turtles. أو فقط the turtles. فإجابة صحيحة. لأن الجملة تقول participants monitor turtles. يعني المشاركون يراقبون السلاحف that come onto the beach. يعني التي تأتي إلى الشاطي. and protect them. يعني ويساعدونهم. إذن يساعدون ماذا؟ يساعدون turtles. and their eggs. يعني وبيضهم. They also get to enjoy the beach and even swim with the turtles sometimes. يعني هم أيضا يستمتعون بالشاطي. they also enjoy the beach. يعني هم أيضا يستمتعون بالشاطي. and even swim with the turtles sometimes. يعني ويسبحون مع السلاحف في بعض الأحيان. بالنسبة للفقرة الأخيرة. بارغراف 5. volunteers have to be realistic though. volunteers have to be realistic though. يعني المتطوعون يجب أن يكونوا واقعيين على الرغم من ذلك. يعني على الرغم من كل ما يقومون به. يعني بغي عليهم أن يكونوا واقعيين. لذلك هذه الجملة كخاتمة تقول volunteers have to be realistic though. يعني المتطوعون يجب أن يكونوا واقعيين realistic though. يعني على الرغم من ذلك. and understand that they cannot change the world in two or three weeks. يعني وأن يفهموا أنهم لا يستطيعون تغيير العالم في أسبوعين أو أسبوعين. to some volunteers يعني بالنسبة لبعض المتطوعون. it seems that they are not doing much by helping out for only a couple of weeks. يعني بالنسبة لبعض المتطوعون. يبدو أنهم لا يقومون بالكثير بتقديم المساعدة فقط لأسابيع قليلة. however. لكن thanks to young volunteers. يعني بفضل المتطوعون الشباب. the lives of millions of people. يعني حياة الملايين من الناس around the world حول العالم are improving. يعني تتحسن. إذن هذا فيما يخص شرح هذا النص باللغة العربية. أعتدر عن الترجمة لأنها ربما لم تكن ترجمة يعني ترجمة مثالية. ولكن أعتقد أن موضوع النص واضح جدا لأنني أقرأ وأقوم بالترجمة يعني بالترجمة الفورية في نفس الوقت. الآن سنمر إلى الإجابة على تمارين النص وأسئلة الفهم. reading comprehension دائما يكتبون لكم هذه العبارة. base all your answers on the text. يعني أجيب على جميع الأسئلة انطلاقا من النص. السؤال الأول أو التمارين الأول يقول choose the right answer. يعني اختر الإجابة الصحيحة. the text is about. يعني النص هو حول environment and ecology. يعني حول البيئة عامة لا. youth voluntary work. يعني العمل التطوعي للشباب. من طبيعة الحال فهو حول العمل التطوعي للشباب. سنرى الاختيار الثالث. youth international tourism. يعني السياحة العالمية للشباب. من طبيعة الحال لا. volunteering in Malaysia. يعني التطوع في ماليزيا فقط. لا. إذن الإجابة الصحيحة هي youth voluntary work. يعني العمل التطوعي عند الشباب. إذن الإجابة الثالثة والرابعة ليست صحيحة. هنا سأكتب youth voluntary work. إذن هذا فيما يخص التمرين الأول. بالنسبة للتمرين الثاني يقول complete the following chart with information from the text. يعني نوع مجموعة العمل التطوعي. one example of their activity. يعني مثال واحد على نشاطهم. لدينا educational charity groups. يعني educational charity groups. يعني هذه الفكرة توجد في الفقرة الثانية. لدينا number of charity groups organized educational programs. يعني educational charity groups. for children around the world. يعني ينظمون هذه البرامج التعليمية للأطفال حول العالم. ما هي الأنشطة التي يقومون بها. لم نصل إلى الأنشطة من بعد. لدينا many students volunteer for these types of projects. يعني الكثير من التلاميذ يتطوعون لمثل هذا النوع من المشاريع. وهنا لدينا they teach subjects like english and mathematics. يعني ماذا يفعلون؟ يقومون بتدريس مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات للأطفال. إذن هذا مثال على الأنشطة التي تقوم بها هذه المجموعة التطوعية. إذن هنا يمكن أن نكتب they teach subjects like mathematics and english to children. يعني يدرسون المواد مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية للأطفال. بالنسبة للنوع الثاني من العمل التطوعي وهو practical work groups. يعني المجموعات العمل الأكثر عمليا ما هي الأنشطة التي يقومون بها. إذا عودنا إلى النص نجد أن هذه الفكرة توجد في الفقرة الثالثة. لدينا young people who would like to be very practically. يعني الشباب الذين يودون أن يساعدوا بطريقة جد فعالة أو جد عملية. ماذا يفعلون؟ يقومون ب can participate in one of the many construction projects. يعني هذا هو النشاط الذي يقومون به. وهنا قالوا أصلا one example of their activity. يعني مثال واحد فقط على نشاطهم. إذن ثم لدينا conservation groups. يعني مجموعات لحفاظ على البيئة. كذلك يقومون بالكثير من الأنشطة. ولكن إذا عودنا إلى النص نجد هذه الفكرة أصلا توجد في الفقرة الرابعة. لأنها هي التي تتحدث عن wildlife. وهنا لدينا الكثير من الأنشطة لدينا they can help wildlife research. يعني يستطيعون أن يساعدوا في أبحاث الحياة البرية. لدينا هنا protect turtles. يعني مساعدة أو حماية السلاحف. لدينا كذلك conserve the endangered green turtle. يعني الحفاظ على أو حماية. conserve تعني في الحقيقة الحفاظ على السلاحف الخضراء المهددة بالإلقراض. إذن كل هذه هي الأنشطة التي تقوم بها هذه المجموعات المهتمة ب wild life أو الحياة البرية. إذن أي يعني أي إجابة كتبتها من هذه من هذه الإجابة ستكون صحيحة. هنا سأكتب protect turtles in مكسيكو زنزيبار or elsewhere. يعني حماية السلاحف في المكسيك زنزيبار وأماكن أخرى. إذن هذا فيما يخص هذا التمرين. بالنسبة للتمرين الموالي يقول are these sentences true or false justify. هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ أعليل جوابك. الجملة الأولى تقول the number of voluntary jobs for young people is limited. يعني عدد الأعمال التطوعية للشباب is limited. يعني هو محدود. إذن هل عدد الأعمال محدود أو الأعمال التطوعية؟ هل هو محدود أم لا؟ من طبع الحال فهو غير محدود. إذن هنا سأكتبه فالس. ولكن إذن هذه الجملة خاطئة. ولكن أين توجد الإجابة الصحيحة أو التعليل الصحيح؟ يوجد في الفقرة الأولى. لدينا هنا there is a wide variety of voluntary jobs to choose from. يعني هناك مجموعة كبيرة من آآ يعني من الأعمال التطوعية آآ أو أنواع مختلفة من الأعمال التطوعية للاختيار منها. إذن ليس limited كما تقول هذه الجملة. يعني ليس محدود. ولكن هناك آآ أنواع مختلفة من الأعمال التطوعية التي يمكن للفرض أن يختار منها. وهنا كما تلاحظ فهنا لدينا كلمات المفتاح. حتى إذا أردت أن تعتمد على الكلمات المفتاح للبحث عن الإجابات داخل النص. هنا لدينا voluntary jobs. وvalentary jobs فهي ذكرت في تلك الجملة فقط. وكما تلاحظها هنا voluntary jobs. كما تلاحظ هنا داخل النص. لديك هنا voluntary jobs. إذن بالنسبة للسؤال أو الجملة الثانية. James volunteered to build schools in أوغاندا. يعني James تطوع لبناء مدارسة في أوغاندا. إذن أولا نتحدث عن James. إذن سنبحث عن الإجابة في الفقرة التي تتحدث عن James. والفقرة التي تتحدث عن James هي هذه الفقرة. يعني الفقرة رقم إثنان. يعني الفقرة الثانية. إذن هذه الخطوة الأولى للإجابة على هذا السؤال. الخطوة الثانية. سنفهم السؤال. يعني James تطوع لبناء مدارس في أوغاندا. إذن هل تطوع لبناء مدارس بالفعل؟ من طبيعة الحال لا. لم يتطوع لبناء مدارس. إذن سأكتب هذه الجملة خطئة. ولكن أين هو التعليل؟ التعليل هو لدينا هنا أنا تطوعت كأستاذ في أوغاندا. ليس كبناء لأن هذه الجملة تقول volunteer to build schools. يعني تطوع لبناء المدارس. لم يتطوع لبناء المدارس. ولكن تطوع لتدريس الأطفال. إذن سأكتب هذه الإجابة. he volunteered to teach. يعني هو تطوع لأن يدرس أو أقوم بنقل تلك الجملة مباشرة من النص. I volunteered as a teacher in أوغاندا. وستكون إجابتي صحيحة. بالنسبة للجملة الثالثة. some volunteers think they cannot do much in just few weeks. يعني بعض المتطوعين يعتقدون أنهم لا يستطيعون القيام بالكثير في فقط في أسابيع قليلة. من طبع الحال هذه الإجابة فهي أو هذه الجملة فهي صحيحة. لماذا؟ لأنه إذا عودنا إلى النص سنجد نفس الفكرة في الفقرة الأخيرة. لدينا هنا they are not doing much. أو they cannot do much. هنا لدينا they are not doing much. يعني لا يقومون بالكثير. وهي نفس الفكرة التي توجد هنا. they cannot do much in just a few weeks. يعني لا يستطيعون أن يقوموا بالكثير في فقط في أسابيع قليلة فقط. لدينا هنا couple of weeks التي لها نفس المعنى مثل few weeks. يعني أسابيع قليلة. إذن إذا قمت بنقل هذه الجملة مباشرة فإجابتك ستكون صحيحة حتى وإن كنت لم تفهم السؤال جيدا. إذن هنا سأكتب هذه العبارة مباشرة. to some volunteers it seems that they are not doing much by helping out for only a couple of weeks. يعني بالنسبة لبعض المتطوعين يبدو أنهم لا يقومون بالكثير بتقديم المساعدة فقط لأسابيع قليلة. وهي نفس الفكرة التي توجد في هذه الجملة. some volunteers think they cannot do much in just a few weeks. يعني بعض المتطوعين يعتقدون أنهم لا يستطيعون القيم بالكثير في أسابيع قليلة. إذن هذا فيما يخص هذا التمرين سنمر إلى التمرين الموالي من تمرين النص وأسئلة الفهم ويقول answer the following questions. يعني أجب عن هذه الأسئلة من طبيعة الحال انطلاقا من النص. بالنسبة للسؤال الأول يقول how do volunteers benefit from voluntary work. يعني كيف يستفيد المتطوعون من العمل التطوعي. بالنسبة للإجابة على هذا السؤال فهناك الكثير من الإجابات الصحيحة لأنه سؤال يعتمد على الفهم. يعني يعتمد على الفهم وليس على إجابة واحدة داخل النص. يعني هناك الكثير من الإجابات التي يمكن أن تكون صحيحة داخل النص. سأعطيكم أمثلة. مثلا كيف يمكن أن يستفيدوا من العمل التطوعي. بالنسبة للفقرة الأولى توجد فيها هذه الفكرة. لدينا some even travel abroad. يعني البعض منهم يسافر للخارج. إذا إذا صفرت إلى الخارج فأنت استفدت من العمل التطوعي. إذا صفرت إلى الخارج لكي تقوم بالعمل التطوعي فأنت استفدت من الصفار. لدينا كذلك هنا مثلا ما يقومون به هو يعني يدرسون المواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضية للأطفال بينما يبقون في جماعتهم and getting to know the people there and their culture. يعني ويتعرفون على الناس هناك وتقافاتهم. إذن هذه كذلك استفادة لأنهم يتعرفون على أشخاص جدد وتقافاتهم. لدينا كذلك هنا هذه الفكرة develop their own skills. يعني يطورون مهاراتهم الخاصة. إذن أي إجابة من هذه الإجابات كتبتها هنا فإجابتك ستكون صحيحة لأن السؤال عام. يعني كيف يستفيد المتطوعون من العمل التطوعي. إذن هنا سأكتب they travel abroad أو سأكتب they get to know people and their culture. يعني يتعرفون على الناس وتقافاتهم. أو they develop their skills. يعني يطورون مهاراتهم. بالنسبة للجملة الثانية أو السؤال الثاني. why was James's voluntary experience in Uganda challenging? يعني لماذا كانت تجربة التطوع أو تجربة تطوع James في أغاندا في أغاندا صعبة. إذن لماذا كانت صعبة؟ إذن هنا نتحدث عن challenging experience. يعني تجربة صعبة لهذا الشخص James. بالنسبة للفقرة التي تتحدث عن هذا الشخص James هي الفقرة الثانية. لأنها هي التي توجد فيها هذه العبارة say James. يعني يقول أو قال James. سنقرأ هذه الجمل التي تتعلق ب James. تبدأ من هنا. يقول I had just graduated from high school when I volunteered as a teacher in Uganda. يعني تخرجت للتو من المدرسة الثانوية عندما تطوعت كأستاذ في أغاندا. James قال British volunteer يعني متطوع بريطاني. leading a class was a challenging experience for me. يعني قيادة قسم كان تجربة صعبة بالنسبة إلي. لماذا؟ السؤال قال لماذا؟ يعني لماذا كانت هذه التجربة صعبة. وهنا يوضح James يقول I was just a teenager. يعني كنت فقط مراهقا. and I had no experience of teaching before. يعني كنت فقط مراهقا. ولم تكن لدي أي تجربة في التدريس من قبل. إذن إذا قمت بنقل هذه الجملة مباشرة في هذا الفراغ فإجابتك صحيحة مئة بالمئة. ولكن يمكن كذلك التعديل عنها. استبدال I be he. لأن James أو be James. يمكن أن تقول James was just a teenager and he had no experience of teaching before. ولكن إذا قمت بنقل الجملة مباشرة كذلك الإجابة ستكون صحيحة. إذن هنا سأكتب because he was just a teenager. يعني لأنه كان فقط teenager. يعني مراهق. and he had no experience of teaching before. يعني ولم تكن لديه أي تجربة في التدريس من قبل. بالنسبة للسؤال الثالث. How long was Beth's voluntary experience? يعني كم هي مدة تجربة Beth في العمل التطوع. هنا how long نتحدث عن المدة. يعني كم هذه المدة. أولا نتحدث كذلك عن Beth. إذن سأعود إلى النص. أبحث عن الفقرة التي تتحدث عن Beth. الفقرة التي تتحدث عن Beth هي الفقرة الثالثة. والأسطور المتعلقة بهذه الفتاة Beth تبدأ من هنا إلى نهاية هذه الفقرة. إذن Beth had similar experience ونتمم. ولكن السؤال يقول كم هي المدة. ما هي مدة العمل التطوعي الذي قامت به Beth. إذن هنا لدينا الفكرة توجد هنا. لدينا We went to Switzerland. يعني ذهبنا إلى سواتزيلاند في إفريقيا. for three weeks and a half. يعني لمدة ثلاثة أسابيع ونصف. إذن ما هي المدة؟ هي three weeks and a half. يعني ثلاثة أسابيع ونصف. إذن هنا سأكتب فقط three weeks and a half. ولكن إذا كتبت هذه الجملة كذلك. We went to Switzerland for three weeks and a half. كذلك ستكون الإجابة صحيحة مئة بالمئة. الآن سنمر إلى التمرين الموالي. find in the text words that mean almost the same as. يعني أوجد داخل النص الكلمات التي لها نفس المعنى مثل. أولا. look after التي تعني يهتم بي. نقول مثلا. the mother looks after her children. يعني الأم متهتم بأطفالها. إذن look after إذا عدنا إلى الفقرة الأولى وبحثنا عن كلمة لها نفس المعنى مثل look after. سنجد في الحقيقة مرادف لlook after وهو take care of. نقول the mother takes care of her children. يعني الأم متهتم بأطفالها. نقول كذلك the mother looks after her children. يعني نفس المعنى. إذن هنا كذلك يمكن أن نقول take care of orphans. يعني الاهتمام بالأيتام. orphans تعني الأيتام. أو look after orphans. يعني الاهتمام بالأيتام. إذن هنا take care لها نفس المعنى. take care of لها نفس المعنى مثل look after. بالنسبة ل chance. chance تعني الفرصة. سنبحث عنها في الفقرة الثانية. إذن كلمة chance في الفقرة الثانية هي opportunity. نقول I had an opportunity أو I had a chance. يعني كانت لدي فرصة. أو ستكون لدي فرصة. نقول كذلك مثلا I hope I will have a chance. I hope I will have a chance. يعني أتمنى أن يكون أن تكون لدي فرصة. مثلا I hope I will have a chance to visit. مثلا مكان يعني مكان رائع جدا. مثلا to visit that place. سأقول فقط that place. إذن يمكن أن نقول I hope I will have a chance. أو I hope I will have an opportunity. يعني نفس المعنى opportunity to visit that place. to visit that place. أو to meet that person. مثلا أن ألتقي بذلك الشخص إلى غير ذلك. يعني I hope I will have a chance to. إن هي نفس المعنى مثل I hope I will have an opportunity to. يعني أتمنى أن تكون لدي فرصة لأن. إذن opportunity لها نفس المعنى مثل chance. بالنسبة لي at risk. ماذا تعني risk? تعني الخطر. at risk يعني في خطر. سنبحث عنها في الفقرة الرابعة. تذكروا جيدا. risk هي الخطر. إذن سنبحث في الفقرة الرابعة عن كلمة لها نفس المعنى مثل risk. سبق لي وقلت لكم أن هنا توجد كلمة danger. danger تعني الخطر. نقول danger. dangerous. dangerous تعني خطير. و endangered يعني معرض للخطر. أو مهدد بالانقراض في هذا المعنى. إذن endangered تعني معرض للخطر. أو في خطر. إذن لها نفس المعنى مثل risk. إذن سأكتب هنا endangered. و risk تعني danger. التي توجد وسط هذه الكلمة. إذن بالنسبة للتمارين الأخير من تمارين النص وأسئلة الفعال في هذا الامتحان. يقول what do the underlined words in the text referred to. على مدى تعود هذه الكلمات التي يوجد من تحتها خطة خلال النص سبق لي. وتحددت عن هذا عندما كنت أشرح موضوع النص بالعربية. إذن there التي تعني هناك. توجد في الفقرة الأولى. وتعود على كلمة abroad التي تعني خارج البلاد. إذن يذهبون خارج البلاد. abroad. ثم them تعود على turtles أو green turtles. آآ كما سبق واشرح التعيم. ده ما كنت أوضح وأشرح موضوع النص باللغة العربية. إذن دم هنا تعود على turtles السلاحف. إذن يمكن أن أكتب green turtles. يمكن كذلك أن أكتب طاقة turtles. واستكون إجابتي صحيحة مئة بالمئة. إذن إخواني إلى هنا نصل إلى نهاية تصحيح تمارين نص وأسئلة الفان في هذا الامتحى الوطن لموحدة باكادوريا. الضورة الاستدراكية سنة 2020. شابة الأداب والعلوم الإنسانية. مسلك الأداب. إذا كانت لديكم أي تسئلة يمكن لكم دائما ترحوها في التعليقات أسفل هذا الفيديو. كان معكم سيمو من قناة English with Simo. Thank you for watching. Have a great day and bye-bye.